القرار الآن ديالف أنه ما تكونش وزارة الاتصال في الحكومة الحالية كان أعتقد بأنه هو واحد الاستجابة الواحد المطلب لأحد العدد من السنوات والمهنيين بصفة عامة كيطرحوه لأنك يعتبروا على أنه وجود وزارة إعلام أو وزارة الاتصال عادة في البلدان الديمقراطية لا معنى له لأنه في جميع الأحوال ليست هناك وصاية على الإعلام وليست هناك وصاية على الصحفة طبعا قامت بأدوار وزارة الاتصال أو الإعلام في السابق الآن هناك هاياكل وهي قائمة وهي منتخبة وهي شرعية وهي يمكنها تقوم بأدوار أهم بكثير من أدوار ديالوزارة الاتصال علما على أنه الآن مع الإحداث ديال المجلس الوطني للصحفة وهو العدد من الصلاحيات التي كانت عند هذه الوزارة تحولت إلى المجلس وخاصة مسألة البطاقة المهنية بل إضافة أيضا إلى الدراسات والتكوين ومجالات أخرى مهمة في تأهل المقاولة وعدد من الصلاحيات التي هي معروفة من صلاحيات المجلس الآن نحن كمجلس وطني للصحفة الفلسفة في الأصل اللي كنا نقشه من قبل من إحداث المجلس اللي كانت تحضر القانون كانت الفكرة هو أن المجلس لا بد أن يمكن له فقط غير يهتم من مجال الأخلاقية هذا مهم وأولوي وحاسم ولكن لا بد كذلك أن يتولى القضايا الأخرى اللي كتم الصحفة والصحفين ولذلك أحدثت هذه الصلاحيات في القانون الآن الجاري به العمل لكن ما زالت هناك واحد عدد القضايا اللي وجدنا نفسنا على أنه كان انتدخلوا فيها مع وزارة الاتصال وبعض المرات هذه المسألة كانت تحدث لنا واحد نوع من تأخر في العمال واحد نوع من ارتباك واحد نوع أحيانا من الغموض فيما يتعلق ببعض الصلاحيات وغيرها لذلك احنا كنعتبر بأنه قرار الدولة المغربية بحدف وزارة الاتصال هو قرار مهم وجرئ وخطوة كتمشي في الاتجاه دمقرطة دياله القطاع هذا احنا في المجلس مستعدين لنتولى كل القضايا اللي كتهم الصحفة والصحفيين كهيئة منتخبة عندها صلاحيات عندها شرعية وجاهزين لكل هذه المسألة من أجل خدمة حرية الصحفة من أجل خدمة أخلاقية المهنة من أجل خدمة القضايا الأساسية اللي متروحة عند الصحفيين من أجل أنه المهنة تحافظ على النبل ديالها وتطور المجالات ديال العمل ديالها فنحن جاهزون في المجلس الوطني للصحفة